تمثل منطقة وادي الكرك أحد أهم المعالم السياحية طبيعية في محافظة الكرك بفضل خضرتها وشلالات المياه المنتشرة بين الجبال على امتداد الوادي في التقرير التالي سنأخذكم في جولة سريعة للتعرف على هذا المكان ما أنتضى قدمك وادي الكرك جنوب العاصمة عمان حتى تبدأ المغامرة مغامرة تتطلب العدة والعتاد فهنا يتجهز المغامرون آخذين الاحتياطات اللازمة لعبور الوادي الذي يمتد طوله إلى 12 كيلو مترا ويضم الوادي خمسة إنزالات عبر شلالات تستلزم وجود أصحاب الخبرة لمرافقة روادي هذا المكان حاب يجعل هيك أماكن لازم يختار ناس ذو خبرة بيكون معهم حتى يقدروا يتعاملوا في استخدام هذه الأشياء مثل الأحبال وعملية الإنزال إلى الأرض طبعاً موضوع مسهل لكن يحداج إلى شيء كبير من الخبرة تعد هذه المناطق مثالية لهواة المغامرة الذين يمكنهم التجول في أنحائها وتسلق جبالها الوعرة التي تحبس الأنفاس ولعل أجمل ما يقابلك هو هذا الشلال الذي يعد من أطولها في الأردن ومع نهاية الوادي ترافقك جداول مياه تشق طريقها نحو أخفض نقط في العالم مشكلة لوحة فنية وسط الخضرة التي تزيد المشهد بهاء ترجمة نانسي قنقر